سؤال كيف يمكن احتواء الطرف الآخر في الحياة الزوجية ما دام لم يكن صالحاً أو كان عصبياً أو سيء الخل احنا عدنا واجب والطرف الآخر عليه واجب اذا الطرف الآخر لم يؤدي الواجب عليه فأنت عليك أن تؤدي واجبك كان جدنا نرزة مهدي رحمة الله تعالى عليه رجل مشتهد صاحب رسالة عملية مرجع في مدينة كربلاء وكان هناك رجل سيء الأخلاق كان إذا السيد دخل في مجلس لا يحترم السيد إذا سلم عليه لا يجيب على السيد فقال للسيد سيدنا هذا لا يحترمك هذا لا يجيب على سلامك فلماذا أنت تحترمه إذا دخل مجلساً تقوم له احتراماً إذا سلم على مجموع أنت تجيب عليه قال واجبه أن يحترم أخاه وواجبي أن أحترمه واجبه أن يجيب على سلامي وواجبي أن أجيب على سلامه إن لم يفعله بواجبه هذا لا يبرر أنه أنا ما أعمل بواجبي أنا علي أن أؤدي ما علي المشكلة في الحياة الزوجية تكون فعل ردة فعل يعني يسيء أحده ما للآخر فيرد الطرف الآخر الإساءة بالإساءة بينما المفروض لا أن لا ترد الإساءة بالإساءة أنا دائماً أقول لأخوة المتزوجين إذا ارتكب الطرف الآخر بالنسبة إليك خطأ أنت اعتذر منه يقول هو الذي يرتكب الخطأ وأنا أعتذر أقول نعم نعم أنت تخجل بأخلاقك الجيدة الطيبة ادفع بالتي هي أحسن الذي بينه عداوة كأنه ولي حميم وهذا ما كان يفعله الأنبياء والأم بسلام الله عليهم أحده الناس أسائل الإمام الصادق اليوم الآخر وجدوا أن الإمام على باب بيته طرق الباب تحجبه وهذا أمس أمام الناس هان الإمام لكن الإمام جاء معتدراً إليه أقول لا تحسب حساب أن الطرف الآخر سيء الأخلاق الطرف الآخر يوسيء الطرف الآخر أخلاقه غير حسنة أن تكون أخلاقك حسن وإقلع الشرة من صدر غيرك بقلعه من صدره وبهذه الطريقة تحتويه ترجمة نانسي قنقر